هناك من راكم أرباح خيالية بسياساته أحسابنا وحساب أجيال لقدام عن قصد وتصميم وكل يوم عم يمرق من دون مواجهة حقيقية وواضحة عم تتراكم ديون وخسائر علينا المجتمع عم يتبدد بين ناس صار طموحة هاجر وناس معترة ما عندها خيار ولأن الوقت كثير غالي بصير العمل التراكمي والتأسيس على المدى الطويل وأنه منفوت كم نايب هالجولة ومننطر للجولة الثانية مجرد وهم كلفته عالية على المجتمع يلي بهالوقت عم يخسر قدراته البشرية يلي بتخليه يواجه ومن ميلي تانية لأن السلطة أصلاً قايمة على التقسيم لطوايف ومناطق وفعلياً بكل زاروب زعيم الطايفة هو الأقوى ولأن ميزان القوى بده ينقاس على مستوى البلد كله مش عقياسك المنطقة بصيروا يلي جايين طمعاً بالكرسي على حساب إضاعة الوقت وعلى أساس منطق زواريب زعيم الطوايف نفسه وبيرتبوا كرمالة تحالفات على القطعة وبتحكمهم فكرة واحدة شو بدي أعمل لأخذ الكرسي بهالمنطقة وكيف بدي ماشي خصوصيات الطايف في محل ما بدي أترشح هول منهم إلا أشخاص عم بيجربوا ياخدوا دور بتمثيلات السلطة ويفوتوا كلاعبين جديد على الساحة مش أكتر أو الناس مصدقين أنه تعباية الفراغ بوجوه جديدة أرتبوا أجمال كغاية سياسية بحد ذاتها ممكن يغير شيء هذا ليس مواجهة هذا المصاري الذي يعتمد من ميلي على هدر الوقت ومن ميلي ثاني على تشتيت الساحات عن حسن نية أو ثقنية ما منه إلا تعزيز لشرعية السلطة ولديمقراطية انتخاباتها وللاستفتاء التي تنظمها ودخول بلعبتها التي تعتمد على تجزئة المجتمع واستهلاك الوقت هون بيصير السؤال الأساسي هل بدنا مواجهة فعلية لاستبدال السلطة عم بتبدد المجتمع وتخفي عجزة بالدجل والإجرام؟ أو ننطر لنستفيد من ظرف أو موقع هون وهونيك لنفوت عمجلس النواب عبر ترتبات ورهانات محلية بهيد المنطقة وهيداك الظروب لأن احنا كل هالمصار مش إبلانينو ولا بدنا نفوت بأدوارو ولا بدنا نساهم بترميمه ولأن ليس جايين نطالب حدا ولا نراهن أنه مع الوقت بيتغير شيء تدريجيا خيارنا هو المواجهة المواجهة التي أساسها وضوح وضوح بتحديد الظرف بمقاربة سياسية جامعة ومسؤولة بتعيد للعمل السياسي معنى الحقيقة يعني تحديد خيارات من سيطفع تمن المرحلة السابقة ومصالح من سنحمي بالمرحلة الجاية ما نفعل إذا كنا بالمسؤولية تجاه المصارف المداخل الضرائب الصحة والتعليم كيف نتصرف تجاه الدول الخارجية سوريا وامريكا فرنسا والسعودية وإيران كيف نتعامل مع المشروع الصهيوني وكيف بدأت تحمل الدولة والمجتمع تبعات مواجهته بشكل أساسي أو مواجهة أي تهديد ثاني هذه كلها مسائل مفروضة مش رح تحسمها شعارات محاربة فساد ولمركزية وحياد وغيرهم المواجهة المواجهة بتفرض تخطي الحسابات المناطئية والرهانات على الوقت الطويل مواجهة إطار السياسي واضح وموحد بمسل قطيعة مع نهج وأدوار السلطة مواجهة بلشت ومكملة وبمعزل عن الانتخابات وبكل الساحات والقطر المتاحة لأن قادرين ونواجه بكل ساحة لنخلل أزمة فرصة هلأ عمر سيخبرنا كيف نواجه بالساحات بمعركة وين صندوقك لقلب جدول الأعمال وبعضه أحمد يخبرنا كيف نواجه بالانتخابات كوحدة من الساحات لقلب ميزان القوة شكرا شكرا شكرا